موسيقى يا البرتوشي اليوم ما راكش راكت ما خلي وكش تذكت نهب لك نسكنولك في حياتك اخوتي بلما نوصيكم نظم المو تشوفوا حاجة كما هكذا تحبط ديرك تدخلي لايكتاعك وزيد تضحك الفيديوهات هذو نسحقهم يوصلوا للجميع فارق لاتايا اخوتي اللي كان حاب يعدي يدي الكاس بلما يلعب حتى مباراة راح تسمعوا وشي يقولوا الفريق تاعا لا تايا هايا لهدرا اللي يقولوها تبعوا معايا مليح هذا واحد من المشجعين يعني الذي اغمي عليه داخل مسكين ماقدرش يتحكم بعد ما تتسقل من قبل فريق الزمالك ويصرخ ويعيط ويقول ايش تتوقع وحنا دزنا للفينال بلاما نلعبوشي مباراة في ديمي فينال حشو ما عليك لقجع فين وصلتنا يا ربي غان كون نحلم هذي صفحة عيش合زيني يا قوت لاحظ هش بهراف المربحناني خارطة الليلاتى ديالكم ايش هذاء الاحتواء ايش هذاء الخبرة جيب لي طب زيفول مع كاس اي ديالتى منطحر هذا الليلة وامالك ناس محلينا مبقيناش نشوفوك بالقمار حي تعينينا التعمى و سموحات يا أخوتي على بالك أقسموا بالله شكرا بميل بزاف لكم يا البراتيش والله شكرا داني نقول لكم و نعود لكم نقرأوا شوية تعليقات تعال جزائريين لا صحراء لا كاس الكاف لا سبتة لا منيليا لا حول ولا قوة إلا بالله نادي بركان الذي ليس له بركان أصلا واحد قال لهم نهضة بركان لا نهضة لا بركان والله قال لهم ناصحة للمغاربة أكثر من تناول شاي الدحميس هذه الليلة فهو مفيد لحالة التوتر والقلق كثر و دوزي و بليح ضرب ضرب خوية البرتوشي خمسة ستة كيسان نورمال ربح غير العيب واحد قال لهم قال رجل مغربي لابنه ناصحا اعلم يا بني أنه يوجد في الدنيا أربع مستحيلات سبتة و منيلية الصحراء الغربية منجم غارج بلاد ثم تنهد وسكت قليلا ثم قال و كأس إفريقيا هذه عجبتني هاي لا رسميا نهضة بركان يفوز بكأس أتي الدحميس أخوتي يقولوا لي رأيكم في التعليقات وش رأيكم يعني في استيل أنه يعني نقرأوا تعليقات تعالجزيريين لأنه تعليقات تعالى وحدها دخلهم ديراكت دخلهم ديراكت كوما من الأخر و إحنا جينا ما تقولوا ما جينا عندك الحق يا أخي يا أخي عالا قال لك صعب عليك ياسر ياسي الجزائري أن تناقش مغربي شاف مالك في القمر شاف مالك في القمر يو تحيا احنا تحيا الجزائريين من الأخر ما كانش كيفنا احنا الجزائريين شوفوا يا البراتيش ما كانش يعني بلاد ولا ما كانش شخص تبلغنا وربح اسمها غير أخطيونا 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 أظنك تشوفوا الدنيا كيفية تضحك لكم والله كما نحكي معكم النصيحة لكم لأنواكم تبعيننا بزاف على بالك راح أه أكم على بالك بلا ما نهدر على بالك يخلص صبرتها الجزائريا يتخلع عليكم من الأخير تحيا الجزائريا وشكرا اللي راكم في حياتنا نعودها لكم نعودها لكم نقولها لكم توجور لأنكم انتوما لتنحيوا علي القنطة هذه هي السلام عليكم